عبد الملك بن مروان الخليفة العظيم قالوا كان من كثرة المال عنده يرسل الناس يعملون له بالتجارة يعطي هذا مئة ألف يقول اذهب تاجر في الشام وأنت اذهب تاجر في أفريقيا وأنت اذهب تاجر وأحضروا إلي الأرباح قال فلما كان على فراش الموت جاء فلان من السفر فأدخلوه عليه قال وجاء بذهب كثير قد ربحه قال فطرحه بين يديه وقال يا أيها الأمير قد ربحت كذا وكذا يريد فرحه قال فنظر إليها ثم قال يا ليتها كانت بعرا والبعر هو الذي يخرج من البعير الغاءة الذي يخرج من البعير قال يا ليتها كانت بعرا يا ليتها كانت بعرا يا ليتها كانت بعرا ما أغنى عني مالية افتحوا النوافذ افتحوا النوافذ افتحوا النافذة قال ففتحوا النافذة فنظر يريد هوى وإذا بجانب قصره دكان لغسال يغسل الملابس ثم يعصرها ويعلقها وربما ضربها على خشب لأجل أن يقل الماء حتى تنشف سريعا فجعل ينظر إلى الغسال ثم قال يا ليتني كنت غسالا يا ليتني كنت نجارا يا ليتني كنت حدادا يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا يا ليتني وجعل يبكي حتى مات